أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تمثله البنوك والمصارف من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين وترسيخ مكانتها كإحدى المراكز المالية الحيوية مشيرا سموه إلى ما تتمتع به المؤسسات المالية والمصرفية من خبرات أسهمت في تطوير هذا القطاع ليكون رافدا مهما لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الأكذبية اليوم بحضور سعادة سيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء السيد جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي السابق لبنك البحرين الوطني حيث نوه سموه بجهود السيد دوراند دوال تقلده منصب الرئيس التنفيذي إلى جانب خبرته وخدمته الطويلة في مناصب مختلفة في المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة معربا عن تمنياته له بالتوفيق في حياته المقبلة لتحقيق تطلعاته من جانبه أعرب سيد جان كريستوف دوراند عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام بتطوير دور القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين وفرنسا متمنيا للمملكة دوام النماء والازدهار